الذين الذين يمشون في الظلمات إلى المساجد يقول صلى الله عليه وسلم بشر المشائين بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة يعني لما تمشي وانت رايح المسجد اعرف انك يوم القيامة ستأتي ماشيا أمامك نور نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كل خطوة انت رايح بها في المسجد رفعك الله بها درجة وحطى عنك بها خطيئة وكلما سرت وكان المسافة بعيدة أو في كل خطوة يقول لك شوف المشي في سبيل الله المشي في طريق الله المشي في السعي في سبيل الله المشي في التدريب العسكري والجهات في سبيل الله شوف لدرجة ايه يقول لك ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ القفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بها عمل صارح إن الله لا يضيعه أجر المحسنين يعني كل التعب النصب الوصب الوصب اللي هو التعب يعني النصب التعب الوصب اللي هو المرض ومخمصة اللي هو الجوع شوف نصب وصب مخمصة التعب الواجع الألم الجوع كل شيء من هذا الكلام والمرض التعب والمرض الإرهاق البدني والمرض والجوع أي حاجة تصيبك في التلاتة دول عشان أنت ماشي في طريق في سبيل الله عز وجل هذا يبشرك الله عز وجل لأن الله لا يضيعه أبدا عشان كده الخطوات اللي أنت بتتنقلها في المسجد هذه أنت مأجور عليها من الله سبحانه ما فيش حاجة غلط ما فيش حاجة بتتنيسي يعني خد بالك الخطوة ما فيش حاجة بتتنيسي أبدا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني لا صلاة لجار المسجد يعني الحديث معناه أنه ما ينفعش أنك تصلب بيتك وتسايب المسجد ما قلناش أن الصلاة باطلة بس فاته ومن أجر ما فاته رغم أن الحنابلة يقولون بالإسم بأنه عاصي وآسم لكن عموما الجمهور أنك منتش عاصي ولا آسم لكن فاتك من الأجر يقول صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في جماعة تعدل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة شف العظمة من الله سبحانه وتعالى بيروى أو بيقال عن قصة كده أوردها أبو حامد الغزالي أن عبد الله بن أم مكتوم لما راح يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام يصل في بيته النبي قال له هل تسمع النداء قال له نعم قال له لا أجده لك رخصة الراجل أعمى عليه ردوان اللي على ما بيروح المسجد بيشلب دام بيخبط في نخلة في شجرة في حفرة بيكعبل في حجر بيطلع عليه كلبي دي بتعلب عقرة بتعبان فحاجة حاجة صعبة جدا ورغم كده من خدش رخصة أنه يصلي في البيت المهم يتوكل على الله كده في صلاة الفجر وخد بعضه وراح لشان يصلي لإيه الفجر في المسجد وهو أعمى مفيش حد ياخد بإيده في وقت الفجر اتكعبل على حجر وقع نزل على دماغه سالت منه الدماء لقى واحد بيمسك إديه إلى أين أنت ذاهب يا عماه قال له إلى المسجد قال له أنا أقودك إلي خد بإيده ودا المسجد واستنى من المسجد رجعه البيت وخد بإيده تاني يوم ودا المسجد وخد بإيده باليوم رجعه البيت تاني يوم على الوضع دابت عشر تيام كده فقال له من أنت أنا أريد أن أدعو الله لك قال له لا شأن لك بي قال له والله لن أتركك إلا تصحبني إلا إذا خبرتني من أنت قال له طالما أقسمت علي اعلم أنني إبليس قال له إبليس إبليس الذي ينهى الناس عن الصلاة تأخذ بيدي إلى المسجد قال له نعم قال له أتذكر يوم كذا في ساعة كذا في موضع كذا يوم سقطت على رأسك وسالت منك الدماء قال له آه قال له بتلك السقطة غفر الله لك نصف ظنوبك فخشيت أن يغفر لك النصف الآخر ربنا يغفر لي ويغفر لكم أترككم على